موسيقى اهلا بكم عزيزي المشاهدين وخليك هنا موضوعنا اليوم عن كلمة لما بنسمعها بنحس ان احنا مرعوبين ارفانين سهقانين متوترين التحرش التحرش اللفظي والجسدي والنفسي هنتكلم عن الشق الديني والنفسي من خلال ايات الكرآن الكريم هنعرف ازاي ندعم اولادنا وخصوصا ما بقاش فيه نحوه ايه هي الاضطرار اللي بتقع عليهم وخاصة انهم باهم يخافوا يتكلموا كل هذا واكثر مع امام وخطيب مسجد القيع الشيخ محمد حسني عمار اهلا بحضرتك واستاذ علم النفس واستاذ نور محمد اهلا محمد ننورنا شيخ محمد ايه هو التحرش وخطورته واضراره من خلال ايات الكرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونشهد ان لا اله لله وليه الصالحين ونشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ظاهرة التحرش تعتبر من الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع والتحرش يعتبر من الامور التي تهدد امن المجتمع والتحرش ايضا يعتبر ضرب من ضروب الفساد في الارض ولا تبغي الفسادة في الارض ويعتبر التحرش ايضا ظاهرة يعني بتؤدي الى انتشار الفاحشة لانه نوع من انواع الفاحشة لذلك الحق تبارك وتعالى قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عندما ننظر إلى كلمة التحرش التحرش معناه استغواء الآخر وتهييجه وإصارة مشاعره وعواطفه ودفعه إلى فعل مزموم هذا الفعل المزموم أو السلوك المزموم ده ربما يؤدي إلى سلوك جنسي أو ربما يقود الإنسان إلى الاختصاب أو الزنا ولذلك القرآن الكريم حذر من ظاهرة التحرش القرآن الكريم عندما تحدث قال بيّن أن التحرش ده نوع من أنواع الإزاء فقال يقول رب العلمين إيه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بغتانا وإثما مبينا ده آية قرآنية بتدلل على خطورة التحرش بأنه نوع من أنواع الإزاء الآية الأخرى اللي بتحذر من ظاهرة التحرش كول رب العالمين مبين بأن الاتحرش كان نوع وصفة من صفات المنافقين يجي القرآن الكريم يقول إيه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سوقوا فيه أخذوا وقتلوا تقتيل لما يجي القرآن الكريم يقول إيه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم مرض اللهم المنافقون الذين كانوا يقفون على الطرقات ويتعرضون للنساء ببعض أنواع الإزاء دي بعض من الآيات الكرآنية اللي بتدلل على ظاهرة التحرش والكرآن الكريم أيضا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فهو نوع من أنواع الفاحشة بعد ذلك تأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتحذر من ظاهرة التحرش يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مبينا أن التحرش ده نوع من أنواع كبيرة من الكبائر يعني التحرش لما يجب أن نشوفه الحكم الشرعي لظاهرة التحرش كبيرة من الكبائر ويعتبر من الموبقات اللي رسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنها وعدها من السبع الموبقات فيجي الرسول يقول اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الاشراك بالله وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالتحرش يعتبر يعني كبيرة ومن الموبقات اللي رسول عدها من السبع الموبقات كذلك أيضا رسول يحزن من ظهرية التحرش أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن أربى الربى عند الله استطالت عرض امرئ مسلم أربى الربى عند الله استطالت عرض امرئ مسلم ويعتبر هو نوع من أنواع الإيزاء أو الفحش إن الله عز وجل حديث على رسوله إن الله عز وجل يبغض الفاحش البزيء فالمسلمين لهم أعراض ولهم حرومات فلابد من صيانتها في المجتمع الإسلامي والرسول أكد على حرمة الأعراض وعدم الاعتداء على أي إنسان في حجة الوداع جال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلابد من صيانته الأعراض كلها إزاءات نفسية أستاذة نور من أوروانا رب نيخ ليه حالة إيه هو التحرش الجنسي والإطلاق السلوكي التحرش الجنسي أنا مثلا عندي طفل راح الحضانة راح المدرسة في الشارع جيه ما نسموهش إنسان يعني المتحرش ده أنا ما نسموهش إنسان تحرش به الولد مش فاهم الولد مش فاهم ليه لإنه مفيش والدته في البيت ما نمتش جواه يعني إيه أحافظ على نفسي هو رجع متوتر من بره هو رجع ما سألتش إنت متوتر ليه هو فيه أمهات عصبية جدا في البيت فهو متعود داخل عارف إن لو فتح بقه بس الأم طبيعتها عصبية مش مثلا واخده إن الولد ده هو كبر وخرج بره أنا مش مرأة بقى 24 ساعة هو مش فحضني 24 ساعة فهو متعود إن عصبية أهو دخل لسه هينطق لا العصبية موجودة فطبيعي سكت طب وبعد ما سكت إيه اللي حصل هيبتجي بقى يجدب لو تعبان هتقوله التعبان ليه هيخيف ما هو هتقوله إيه يبقى إنت قليل الأدب يبقى إنت سمحت الحد يمدي إيده على جسمك أو يمدي إيده في أماكن حساسة الولد خيف عارف بقى إن فيه عقاب إزاي لا هيتمادة كمان في الموضوع آه هيتمادة ما هو ما فيش بقى توعية محدش قاله لأ فهيتمد في الموضوع هو خاف يحكي أصلا هو محدش لقلقه ولا لأ لأن الأمة أصلا ما تعرفش حاجة عن ابنها بره في المدرسة هو جيه عايز إيه الواجب المدرسي المذاكرة خلص واجباتك خلص امتحاناتك ما قالتش مثلا ما عادتش معاه كده وقالت له إيه ما تيجي نقعد كده إحنا إصحاب مع بعض إلا حصل لك النهار آه وحكي لي يومك من أول ما أنا سيبتك مثلا سلمتك للميس أو للميسطة وحكي لي إيه اللي حصل أول ناس أم أنت رايح الدرس ما هو مش شرط المدرسة ممكن في الدرس ممكن في الشرع وهو رجع لي أو هو روية ممكن وإصحابه قاعدين معاه في البيت بره آه ممكن وبعدين إحنا مش بنقول بقى إن التحرش بقى من الأغراب بس لا لا إحنا دلوقتي الأغراء البيت أو العيلة بقى فيها تحرش يعني إنت لو حضرتك نراجع الحوادث اللي إحنا قرينا عنها للفترة اللي فاتت لأ كان فيه من الأهل فيه من الإخوال فيه من الأعمام فيه من الأصحاب فيه من الأصدقاء اللي أنا نفسي عارفاهم وبعدين في حاجة كمان فيه السوشيال ميديا أفلام الكورتون ده بقى فيه أفلام كورتون أصلا فيها الحاجات دي فيها يعني إحنا فعلا فيه حاجات إحنا إحنا أمات أفناها عشان الولاد الصغيرين ما يشوفوهاش اللي هو البرلمان دلوقتي بينقشوا إن إحنا نقفل أي أفلام أباحية أي عايزين ننب بدون حاجات موسيقى فالمفروض الأم أنا أراجع ابني أول بأول يعني الأم لها علاقة بالإتراب النفسي للتفل إن هو داخل متوتر فهي مش بتسأله مش بتقوله ما يالك أنت فيك إيه لا لا ما تراجعش هي كل مشكلتها هو جاي إنت جاي بإيه حتى لو هو حبي يقول لها يا ماما أنا تعرضت مصر النهاردة في حاجة وحشة حصلت معي في حد مثلا مد إيده أو عمل أو قال لي كلمة وحشة هتقوله إيه مش هتقوله تعالى وحكيلي وتقعد إحنا مجتمع بنخاف لا إسكت إيه هو هتتكلم إيه هو هتقولي الكلام دا لحد إيه هو هتقول وفي حوادث فعلا أنا سمعتها الفترة اللي فاتت كتمين يعني بحول الضحية دا حاجات كتيرة ما بتطلعشي بنسمع عنها وبنشوفها بس ما بتطلعشي ما بتنتشوف أنا حاولت الضحية لحاجة كده مخيفة هو من جواه بقى حاجة إيه دا يبقى أنا كده أنا لغلطان مش الجاني هو اللي غلطان لا دا أنا حاولت ابني إن هو اللي غلطان فما ينفعش لازم أخد ابني من وهو عنده سنتين أعرفوا إيه هو الأماكن الأماكن الحفاظات دي محدش يمسكها محدش يلمسها خالص إن الإبن من اللي يبوسك يبوسك بابا وماما ومن الخد من الأورة أكتر من كده سوّت سرّخ تعالي أقول لنا وإحنا نعرف نحميك إحنا الحماية والأمان ليك وكمان نعرفهم إن هما ما يروحوش مع أي حد يا شيخ محمد فيه أطفال عادي زي كزا حاجة إحنا شوفناها مش عايزين نتقرر أي فيديو إن الأطفال بيروحوا تعالي أجيب لك شوكولاتة تعالي أديك فلوس تعالي أديك أي حاجة الأطفال ما عندهاش وعي فبتروح فدي برضو بترجع للأسرة تمام وفي بعض برضو النصائح للأطفال لما نجيه نشوفه مثلا الطفل اللي هو المتحرش اللي هو اللي هو اللي هو التحرش المجني عليه المجني عليه تجي تشوفي عشان تعرف فيه أعراض بتظهر على هذا الطفل يعني علماء الطب النفسي كشفوا عن هذه الأعراض ربما يعني خوف شديد ربما يعاني من قلق ربما يعاني من تهرب في المدرسة يترك واجباته مش عايز يواجه حد عينه ما تبقاش عايز يواجه حد يترك واجباته يجد عنده انتوائية انعزالية ربما ومن الأضرار الجسدية اللي هاته تلحق بهذا الطفل اللي هو المجني عليه أضرار جسدية ربما يعاني من صداح في الرأس التباول الإيرادي برضو يعني بعض الأمراض التي تحدث في الجهاز التناسولي يجد أيضا أدرار سلوكية صعوبة في الماشي يعني منحرف عن بعض الأنشطة يعني المفروض كل أولياء الأمور تاخد بالها من أولادها في المراحل ويتفقدوا لوم الصحبة الصالح لحد سنة 15 سنة والطفل بيبدت بيتغير عليه وتظهر عليه علامات البلوغ وأنا معي أنا معي أنا صاحبته حتى ممكن ابني أنا نفسه اللي يغلط أنا مش شرط بقى أن أنا أقول بقى أن أنا ابني لا أنا ممكن ألاقي حد مثلا جاي بيخبط علي بيقولك ابنك عمل فيه في ابني مثلا حاجة النهاردة فلازم أنا لأ أنا بنبه من الأول خالص صحبك هو أخوك هو زيك ألا أقصى حاجة ما فيش أي تعامل لبقى ألفاظ خارجة ولا نتفرج مع بعض ونقول إيه تعالوا شوفوا إحنا فيه لأ أنا بوقف المهازين دي والبرامج اللي شغالة دلوقتي عليها بلاوي المفروض أن البرامج دي أصلا يبقى عليها رقابة جمدة وتتوقف أيوة إحنا مجلس الشعب دلوقتي هو بينقش الموضوع ده هيوقف البرامج اللي خاصة بالحاجة لأن حاجة فعلا يعني تفشت ده بقى مش احنا مش هنقول مرض عشان ما نجيش فرصة لأما هو مش مريض المتحرش هو مش مريض عشان ما نجيش فرصة للمحامي يعني يقولك إيه آه أنا خش بقى قول ده مريض نفسي أدله شهرين ثلاثة في مستشفى ويخرجه شكرا يبقى أنا برضو خرجت مجرم تاني للمجتمع ويعيد القرة تاني ما يعرف أخرها إيه إحنا بنطالب أقصى العقوبة ويريت يريد تشريع كده يمنع أي محامي أو أي مسؤول أن يدفع عن المتحرش المفروض ما فيش يدفع عن المتحرش شيخ محمد احترم الإسلام المرأة كيف أكرم الإسلام المرأة باعتبرها أم وزوجة وإبنها كلنا نعلم علم يقين أن المرأة قبل الإسلام لم تكن لها قيمة المرأة قبل الإسلام كانت تورس كالمتاع وكانوا يقومون بدفن البنات أحياء خوفا من الفقر والعار فلما جه الإسلام وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة السمحة أعلى الرسول من مكانة المرأة وكرمها باعتبارها كأم فقال الحق تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال أيضا وبالولدين إحسانا حملته أمه وهنا على وهن فالإسلام كرمها كأم كرمها أيضا باعتبارها كزوجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فالإسلام كرمها كزوجة كرمها الإسلام أيضا باعتبارها كبنت فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من كان له سلاسة من البنات من كان له سلاسة من البنات فأحسن صحبتهن وعلمهن وكسهن من ماله كنا له حجابا من النار يوم القيامة فجي الرسول أحد من الصحابة كان موجود فقال الرسول وإن كانت واحدة قال النبي وإن كانت واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم كرم المرأة أيضا باعتبارها كأرملة صلى الله عليه وسلم فقال الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سميل الله إذن المرأة لها قيمة ودر وقت المرأة بتزاحم الرجل في مجال العمل والمرأة يكفي من تكريم الإسلام للمرأة الإسلام أنزل صورة سميت بصورة امرأة صورة مريم والكرآن الكريم لما أراد أن يقسم في الكرآن الكريم لم يقسم بالرجل وإنما أراد أن يقسم بالمرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط فالكرآن ضرب المثل بالمرأة وكثير من الآيات الكرآنية التي يتدلل على مكانة المرأة بأن المرأة لها الحق في التعليم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة كانت عهد الرسول كان لها قيمة كانت عالمة وكانت فقهة لذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة نفسهم إذا استعصت عليه مسألة فقهية كانوا يذهبون إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور الدين والمرأة أيضا لها الحق زي ما لها حق في التعليم يعني الرسول جاب امرأة اسمها أم الشفاء يعني علمت السيدة حفصة الكراءة والكتابة بذليل عن تكريم السلام المرأة المرأة لها حق كذلك أيضا المرأة دلوقتي بتشارك الرجل في العمل الجماعي حتى في الأعمال الخارية وفي أمور الطاعات والعبادات لا الحق أنها بتروح المسجد وبتحضر الجمع والجماعات ولا الحق في ممارسة الأنشطة والعمل الخيري ولا الحق في زيارة المرضى ومواساة المريض كما كان هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا كرمنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرمنا والرجالة بيزعلون تمام ولقد كرمنا بني آداء طيب وتوسية بقى للرجالة هما ما يزعلوش بقى السادة وسيدنا النور التحليل النفسي لشخصية المتحرج هل هي مرض ولا إلة تربية وإلة أدب لا هي إلة أدب وإلة تربية وإلة دين وهو أصلا معدوش ضمير هو أصلا مش إنسان هو لو إنسان مش هيئذي ولاد غيره وأكيد أنت عندك ولاد هل أنت ترضى إن حد يعمل كده في ولادك حتى لو أنت يعني زوجتك تعباك لأن جات لي حاجة زي كده أنا سمعت الموضوع ده وبيقول لحضرتك زوجتي مأثرة معي ما هو سبب التحرش ده إن زوجتي مأثرة معي علشان كده هنعمل إيه طيب هنروح فيه يعني إنت عشان خاطر إنت زوجتك مأثرة معيك ده مختل عقليا آه تروح تطلع تختصب تختصب البنات تتحرش بالولاد أو البنات مين قال كده لدين مسيحي ولدين إسلامي أمرنا بكده أصلا فين أخلاق الناس المصرية فين ده إحنا كنا لأول نحس كده يعني مثلا لما واحدة تبقى ماشي في الشارع والله والله ممنوع ممنوع أي حد تلاقي النظر بقى في الأرض دلوقتي لأ ده تحرش نظر وعين ولفز والجسد إزاي أنا أنا ما بطالب بقول لأ مفيش حاجة اسمها إنسان مريض نفسي المريض النفسي ده كله هيدارك حاجة مريض نفسي وهيسوق فيها فهو للأسف فقط المحميل متخش من النقطة دي فعشان كده أنا بقول لحضرتك لا هو مش مريض نفسي ده هو أنا لو بيجي أنا والله والله نحط واحد بس في ميدان عام ويتجيلة ميت جلده لحد ما يموت وأنا حكمت عليها قبل كده حكم بطر قدام الناس كلها آه مفيش فيها كلام مفيش فيها كلام إحنا دلوقتي الولاد بقى إننا نخاف ننزله ومشتره من تحت البيل والله بنخاف يعني إحنا مثلا بنقول دلوقتي كان تجارة الأعضاء لا ده دلوقتي بقى التحرش بقى أكبر من تجارة الأعضاء وخطف الأطفال المشكلة دلوقتي كمان يا شيخ محمد المشكلة إن مثلا لوحدة اتعرضت لتحرش في الشارع ودي اللي أنا قلت عليها ما بقاش في نخوة فعلا ما بقاش في نخوة لو اتعرضت لتحرش في الشارع الناس بيمسكوه اتكل على الله يمشي وهي أنت اللي غلطان طب ماشي هي ممكن تكون لبسة كويس ومش لبسة ملفت هي غلطت في إيه لو اتعرضت برضو لتحرش في مواصلات السواق بيقاف ينزله وهي قاعدة طول الطريق حاسة إن هي في حاجة هي في ضغط عليها هي متضمرة نفسيا ما حدش معها والسواق خده ما الشاي فهو بالتالي هيعمل إيه هيروح يتحرش تاني وتالت ورابع إنما لو في عقوبة مش هيعمل كاته ما هنا دي بترجع لسلبية المرأة وده طبعا من الأسباب اللي هي الداعية للتحرش السلبية المرأة المرأة يتحرش بها ولكن المفروض أنها تذهب لقسم الشرطة لتقوم بعمل بحضر ده بتبقى مختصبة مختصبة ومرتقش تعمل بلاغ إحنا هنخاف من الفضيحة هنخاف من كلام الناس لا بالعكس لو بنت أو عشر بنات بس وقفوا تعرضوا لكده وراحوا من اسم الشرطة وما سألوش عن الأهل اللي بقى ما خلصت الأهل دي بسكة تانية خالص غير سكتي أنا والله الموضوع هيتلم بطريقة مش هنلاقي تانية تحرش مش هنلاقي لو الأهالي وقفت وقفة جمدة وقفة شديدة وقفة قانون مش بقولك بقى لا وقفت قانون مش هنلاقي تحرشتين مش هنلاقي الرعب اللي احنا بقين عايشين في دلوقت شيخ محمد ما هي الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام لتحصين الفتاة الإسلام وضع ضوابط شرعية لتحصين المرأة أولا وضع الإسلام ما يسمى بغض البصر الكرآن الكريم يقول إيه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فلابد من غض البصر ثانيا الإسلام وضع لتحصين المرأة أيضا يعني أن نتمسك بالعفة والعفة يعني خلق رفيع ويقصد بالعفة هو الابتعاد عن الملاز الحيوانية والقرآن الكريم حض على الاستعفاف لأن الإعفة بتبعد الإنسان عن الرزيلة وبتبعد الإنسان عن الفحشة ويجي القرآن الكريم يقول إيه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ويأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء في القرآن الكريم يقول إيه ومن يستعفف ومن يستعفف يعفه الله فلابد على المرأة أن تتمسك بخلق العفة والطهارة كذلك أيضا التمسك بخلق الحياء والحياء خلق بيبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع الصحابة يعني بقولهم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إننا استحيوا الحمد لله قال النبي ليس كذلك وإنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعاه وأن تحفظ البطل وما حوى وأن تذكر الموت والبلاد يعني الكلام ده أن تذكر الرأس وما وعاه يعني حفظ الرأس وما وعاه الإنسان يحفظ بصره عن المحرمات يحفظ الإنسان نظره عن الاستماع إلى المحرمات يحفظ الإنسان يده عن البطش إلى المحرمات أو اللامس وأن يحفظ البطن وما حوى يعني ألا يجعل الإنسان في بطنه حراما وضبض بعض الأمور التي تتمسك بها المرأة حفظ الحياة العفة الطهارة كذلك أيضا حفظ الفروج والذين هم ليه فروجهم والذين هم ليه فروجهم حافظون ويأكد لو هو مثلا ما هي البنت ماشي عفيفة في الشارع وملتزمة بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي وكل حاجة ومع ذلك فيه برضو تحرش ما دي حضرت للرجل والمرأة حفظ الفروج للرجل والمرأة غض البصر للرجل والمرأة العفة للرجل والمرأة المتحرش ما هو ما عندهش أصلا دين هو ما عندهش دين هو مش في الشارع كده حيوان عايز يستغد أي حاجة فريصة يملأ بها غرسته يملأ بها شهوته نعمل إيه؟ يبقى هو اللي إرضاء أنه هو نعمل إيه؟ يتنفس فيه حكم أي متحرش يتنفس هنا بقى لابد من التربية يردين كلنا يردين كلنا لابد من الوازع الديني أيوة السلوم لابد من الوازع دور الإعلام دور المساجد يبقى لناس خطورة التحرش والأسباب اللي هي بتؤدي إلى هذه الظاهرة أستاذة نور الدوافع النفسية للتحرش يعني هنقول فيه شباب كتير قوي مش عارفة تتجوز فيه شباب كتير قوي ما عندها الشغل وفيه رغبات جنسية مكبوتة مش عارف يطلعها في إيه زائد إحنا برضو هنقول لحضرتك برضو حاجة لبس البنات بقى ملفت جدا يعني لبس البنات بقى صعب جدا 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 ما فيش ما إحنا بقول بقى حداتك أهو إحنا قلنا الأول للأسرة ودلوقتي عشان إحنا ممسكين الطرفين ما نبقاش جاين مع طرف البنت ماشية يعني أنا غزب عني ما أنا مش معايشة الجوز معايش إن أنا مثلا أفتح بيت مش عارف أقضي غريستي الشهوانية إزاي فبضطر هعمل إيه ما فيش قدامي غير التحرش ما فيش قدامي غير حتى لو باللفز أنا كده أشبعت شهوتي أو رغبتي الجنسية حتى لو باللفز يبقى يعمل إيه مجعتك أنا حضر دي بترجع برضو لظهرية التبرج يعني وعدم الملابس اللي هي الشفافة أو الملابس التي تصير الشهوة ضد للشباب في الشوارع ولذلك الإسلام يعني حض على اللباس الشرعي وزي من الإسلام حض على العفة والطهارة حض على الإسلام على اللباس الشرعي كذلك أيضا عدم الخضوع بالقول فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كذلك أيضا الماشي في الطريق واقصد فيه ماشيك واغضض من صوتك عدد التسكع في الطرقات أيضا هذا من الأسباب اللي هي بتؤدي إلى إصارة الشهوة من البنية التحتية خالص لبناء الإنسان وهنا غياب دور الأسرة دكتورنا لغاية الإنسان الوقت طبعا معك وعدة بسرعة مش فاهمة إزاي أنتو بنورنا وإحنا محتاجين طبعا حلقة تانية وثالثة وربعة عشان نوعي الأسرة ونوعي أبنعنا إن شاء الله أنتو بنورنا وقبل منهي حلقتي طبعا إهداء للجميلة جانا نصار بطلة الكاراتي بقولك يا جانا مليون مبروك حبيبتي التكريم والصورة طبعا معنا على الهواء وإهداء للدكتور طارق عناني الجميلة إسراء طارق عناني مليون مبروك الزفافل سعيد والصورة طبعا معنا على الهواء على الأستاذ مظلوم أحمد مليون مبروك ونتمنى لكم حياة سعيد شكرا لكم أعزائي المشاهدين وانتظرونا كل جمعة الساعة أربعة وبرنامج خليك هم شكرا لكم أعزائي المشاهدين شكرا لك